سواء طال أمد الحرب في أوكرانيا أم لم يطل وسواء اتسعت جغرافيتها أم تقلصت يبدو بأن الثابت الوحيد في هذه الحرب هو أنها غيرت وجه الأمن في أوروبا وحركت مياها كانت راكدة لعقود مضت فمع توجه السويد وفنلندا إلى مغادرة مربع الحياد الإيجابية واختيارهما للنيتو كمضلة أمنية يبدأ فصل جديد من فصول الحرب في أوكرانيا وما تخلفه من تداعيات بين روسيا والغرب توجهات السويد وفنلندا ترسم أسئلة كبيرة لربما أبرزها رد الفعل الروسي وتوافع البلدين وقبل الاقتراب من هذه الإجابات يضعنا سلطان القيسي بصورة معاني انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو أهلا وسهلا بك سلطان إذن السؤال اليوم لماذا تريد السويد وفنلندا الانضمام إلى النيتو هل هو أكثر أمنا ولماذا الاستغناء عن مبدأ الحيادية الذي طالما تنعمت بالسلام من خلال هذا المبدأ تبعا التفاصيل المهمة دائما معك سلطان شكرا زيرالدا يبدو أن المياه التي حركتها هذه الحرب كما ذكرت في المقدمة بللت الرداء الروسي الذي طالما زهت به موسكو وهي تتحرك في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ بالنسبة إليها تاريخيا هذه المرة تأتي الضربة من جزيرة الحياد من منطقة الحياد السويد وفنلندا وهي دول قطعت مئات السنين من الحياد في المقابل اليوم تنحاز إلى الغرب وحلف النيتو في مواجهة روسيا ما أسباب ذلك ما الأسباب والمحركات التاريخية لذلك وما أيضا التصورات المستقبلية التي يمكن أن تنبني على هذه الخطوة هذا ما سوف نراجعه الآن كل التفاصيل معك يبدو أن رياح الحرب لم تجري بما تشتهي الدبابات الروسية فإن كانت الغاية من غزو أوكرانيا وضع حد لتوسع حلف النيتو باتجاه الشرق فقد غارقت موسكو بسوء الطالع عوض أن تغرق بزهو التطلعات أصبح ذلك جليا بإعلان كل من فنلندا والسويد التخلي عن الحياد والانضمام لحلف النيتو فما الدوافع التاريخية لهذا الانتقام المؤجل وما التأثير المحتمل لانضمامهما على روسيا تشهد الحدود الروسية الفنلندية على عداء قديم بين البلدين أنشأته مخاوف الاتحاد السوفيتي الأمنية على مدينة ليننجراد القريبة من الحدود مما دفع موسكو عام 1939 إلى غزو فنلندا بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية بإقناع هلسينكي بتبادل أراضي مع الاتحاد السوفيتي استمرت الحرب شهورا قبل أن يحتل السوفييت 9% من الأراضي الفنلندية وبعد سنتين أقدم الجيش الأحمر على حرب جديدة عرفت باسم حربي لاستمرار كمواصلة لحرب الشتاء حقق فيها نصرا مبينا على فنلندا مما أوقعها بعد سنين في فخ الحياد وقد شكل النصر السوفيتي حينها هزيمة للنازيين أيضا إذ كانوا يدعمون فنلندا ونصرا للولايات المتحدة التي دعمت حينها الاتحاد السوفيتي ولكن ماذا يعني انضمام فنلندا والسويد اليوم يبلغ طول الحدود الفنلندية الروسية 1340 كيلو مترا ستصبح مهددة بخطر الناتو الأمني بالنسبة إلى موسكو التي شنت حربا على أوكرانيا للسبب ذاته حماية لحدود طولها 1972 كيلو مترا وفوق ذلك سيظفر حلف الناتو بالسيطرة على بحر البلطيق بأكمله باستثناء الأراضي الروسية طبعا حيث يشكل بل يشغل بحر البلطيق هذا أهمية استراتيجية لروسيا لكون مياهه شبه دافئة وبانضمام السويد سيدخل السلاح السويدي خدمة الناتو أيما دخول وهو السلاح السادس أوروبيا والتاسع والثلاثون على مستوى العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلل من شأن انضمام فنلندا والسويد للناتو وتأثير ذلك على بلاده وقال إنه لا يشكل تهديدا على المستوى المرحلي لكنه من ناحية أخرى قطع الطيار الكهربائي عن فنلندا لأول مرة منذ عشرين عاما بما يشكل انذارا خطيرا هلسنكي بدورها قللت من شأن الخطوة الروسية مؤكدة أن اعتمادها على الكهرباء الروسية لا يتجاوز عشرة في المئة من حاجتها لكونها تعتمد على طاقة الرياح وأنها ستعمد إلى التقليل من اعتمادها على الطاقة الروسية بشكل تدريجي الموقف التركي في هذا الصدد مهم جدا لأن تركيا ثاني أكبر دولة في حلف الناتو من حيث قوام الجيش كما أنها الدولة الأهم من حيث الموقع في مقدمة الجبهة الشرقية لحلف الناتو وهو ما يمنحها حصة أساسية في إبداء الرأي من هنا ترفض تركيا انضمام البلدين للحلف رفضا قاطعا محتجة بأن الدولتين تدعمان حزب العمال الكردستاني بقوة وأن برلمانيين سويديين ينتمون للحزب الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتقول تركيا في حجتها إن دعم الانضمام لن يعود عليها سوى بما عاد عليها به انضمام اليونان من تضارب للمصالح يجعل الحلف تائها في صناعة سياساته الداخلية والخارجية إذن زرالدة الخطوة المقبلة المهمة تتشكل أو تتمثل في إقناع أنقرة عبر مفاوضات تجري بينها وبين المجلس مجلس حلف الناتو بما يخص انضمام هاتين الدولتين للحلف لأن تركيا عانت سابقا مع حلف الناتو من انضمام اليونان التي تتصارع معها على قضايا استراتيجية وجغرافية تاريخية شكلت مؤخرا معرفة بأزمة غاز شرقي المتوسط هذه المخاوف قد تهدد انضمام الدولتين في حال لم ترغب تركيا في ذلك وهذا توقيت حاسم بالنسبة إلى تركيا التي تشكل الجبهة الشرقية بالفعل شكرا لك سلطان القيسي على كل هذه التفاصيل أرحب بضيفي من برلين ناصر جبارة الكاتب المختص في الشأن الأوروبي كما أرحب بضيفي من موسكو بسام البنية الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسهلا بكم أبدأ بضيفي من برلين السيد ناصر يعني في منطقة يتصارع فيها التاريخ والجغرافيا هل تخشى فلندا والسويد مصيرا مماثلا لأوكرانيا أم ماذا؟ لا لا أعتقد أن الموضوع مقارنة مصير الدولتين بمصير أوكرانيا مبالغ فيه بعض الشيء وهذا بحسب تصريحات حكومتي البلدين كلاهما يقول نحن مستعدون لهذا الانضمام لردة الفعل الروسية علما أن روسيا ليست عاجزة هناك كثير من القضايا التي تستطيع موسكو أن تضعها على الطاولة في وجه الدولتين أبرز هذه القضايا أنا أعتقد أن الروس سينتظرون قليلا ماذا سينشر الحلف الأطلسي في البلدين تحديدا في فنلندا ولكن أيضا في الجزر السويدية التي تربط اليابسة أو قبالة اليابسة السويدية وتطل على جيب كالينينجراد الروسي علما أن هذه الجزر منزوعة السلاح سينتظر الروس ماذا سيحدث على الحدود سينشرون فقط قوات صواريخ طويلة المدى قصيرة المدى أسلحة نووية علما أن السويديين قالوا لن نسمح بنشر أسلحة نووية ولكن كما قلنا الأدوات الروسية كثيرة ولكن سيد نصر هو ذات السيناريو عندما دخلت روسيا أوكرانيا يعني كانت بسبب رغبتها الانضمام في النيتو واتهام روسيا أوكرانيا بقواعد عسكرية غربية على حدود روسيا وهنا أيضا فنلندا تتشارك مع روسيا بحدود طويلة 1300 متر هذا صحيح ولكن أنا أعتقد أن الحالة الأوكرانية بالنسبة لروسيا من وجهة النظر الروسية فريدة من نوعها الفنلندا والسويد عضوتان في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا قريبتان جدا من الناحية العسكرية من الحلف الأطلسي ولكن بالنسبة لأوكرانيا نرجع قليلا إلى بنك الأهداف الروسية منذ البداية روسيا لا تعتبر أصلا كل شيء شرق نهر دنيبر في أوكرانيا أرضا أوكرانية تعتبر أن هناك ثلاث مناطق أوكرانية الشرق الذي كان دائما جزءا من الأراضي الروسية الشمال الشرقي جزءا من بولندا والشمال الجنوب الشرقي وجوزء من هنغاريا أنا أعتقد هناك حالة فريدة هناك خصوصية للموضوع الأوكراني ومقارنة أوكرانيا بين فنلندا أعتقد أنها هنا لا تجوز أنتقل إلى ضيفي من موسكو بسام البني كما استمعت لضيفي سيد ناصر قال أنه لأوكرانيا خصوصية مختلفة وبالتالي إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ وما هي ردة فعل روسيا اليوم في حال انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو؟ أسعد الله مسائك ومساء ضيفك الكريم ومساء مشاهدين قناة المملكة الكرام نعم بالفعل السويد وفنلندا هم حلفاء للناتو قبل أن يعلن أنهما تريدان الانضمام إليه فهناك مناورات عسكرية تجرب مع الناتو وهناك تفاهمات بين الناتو وهاتان البلدان مع أنهما حياديتان ولكنهما في الفترة الأخيرة بدأوا يشارك لذلك لا يتغير الموضوع كثيرا إلا أنه سيكون بشكل رسمي دخولهما يهدد فعلا الأمن الروسي ويهدد الأراضي الروسية حسب ما ذكر ضيفكم الكريم أنها حسب البنية العسكرية التحتية التي ممكن بناؤها في فنلندا بالذات تحديدا أكثر من السويد لأن فنلندا كما ذكرتم يتملك حدود طويلة مع روسيا هذا بالإضافة إلى أن روسيا لديها الحق القانوني من أجل إحراج فنلندا لأن كما نعلم أن فنلندا وروسيا والاتحاد السوريتي السابق كان هناك معاهدة السلام في باريس عام 1947 ومعاهدة بين روسيا وفنلندا عام 1992 وجوهر هاتان المعاهدتان هو عدم تقديم أراضي أي من هاتان الدولتان للآخر من أجل الاعتداء على أرض مجاورة يعني بالتالي اختيار فنلندا الدخول إلى الناتو ووضع أراضيها تحت تصرف الناتو هذا يخل بهاتان الاتفاقيتان مما يستدعي من روسيا الرد الرد لا نعلم ما هو وكيف سيكون الأمر متعلق كما ذكر ضيفكم بحسب البنية العسكرية التحتية التي يمكن أن تنشر في فنلندا ولدى روسيا الكثير من الأوراق أذكر منها على سبيل المثال نشر منظومة صواريخ قصيرة ومتوسط المدى على الحدود زائد تعزيز دفاعات جوية على الحدود زائد هناك موضوع اقتصادي مهم أن فنلندا وروسيا التبادل التجاري بينهما كبير وفنلندا تعتمد 100% من الغاز على الغاز الروسي زائد هناك اتفاقية تدعى اتفاقية سايمان كنية إلى قناة سايمان المائية التي تؤجر بها روسيا 34 كم تابعة لها لفنلندا ويمر عبر هذه القناة حوالي 2 مليون طن من البضائع يوميا عبر هذه القنوات التي تدخل إلى داخل العمض الفنلندي هذا يعني أن روسيا تستطيع أن تشل الاقتصاد أفهمك بأن هناك أوراق ضغط مختلفة كأوراق الضغط الاقتصادية وبأن توسيع مساحة الحرب لتتجاوز أوكرانيا غير وارد يعني حتى اللحظة حسب تصريحات التي رشحت اليوم عن الرئيس فلاديمير بوتن وغيره من المسؤولين يعني هناك تصريحات عالية النبرة وهناك تصريحات منخفضة النبرة ريباكوف قال أنه لا يمكن أن سكوت عن انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو بينما بوتن قال أنهما لا يشكلان تهديدا حتى اللحظة إلى روسيا هذا يعني أننا في حالة انتظار بالفعل لما سيتم لأن هناك أعتقد أن هناك رهان روسي بأن لن تنضمان هاتين الدولتين إلى الناتو رغم تقديمهما القريب إلى طلب الانضمام فكلنا يذكر جورجيا وأوكرانيا مثلا عام 2008 تم تقديم طلب الانضمام وحتى اللحظة لم تدخل لا جورجيا ولا أوكرانيا في الناتو باعتقادي الشخصي تعور روسيا على الخلاف بين تركيا وهاتين الدولتين وطلب التركي بأن يتم تسليم أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا حزب إرهابي هذا يتعارض كليا مع القيم الأوروبية والقيم التي تتبنىها السويد وفنلندا مما يعني أن هاتين الدولتين ستكونان محرجتان للغاية بتسليم هؤلاء الأشخاص إلى تركيا وإذا ما أصر التركيا على أن يسلماها هاتين هؤلاء الأشخاص هذا يعني أنه هناك خلاف كبير قد يحدث في أوروبا نفسها وهناك قد يحدث أيضا توتر بين الكرد والأتراك وكلنا يعلم كم عدد أجاليات تركية والكردية الموجودة في أوروبا بهذه النقطة أنتقل بها إلى السيد ناصر جبارة من برلين واستمعت إلى الموقف التركي الرافض لانضمام فنلندا والسويد إلى النيتو وبالتالي واليوم أردوغان كان واضح ورفض رفضا قطعيا وبالتالي هذا الاختلاف إلى أي مدى قد يضعف بنية النيتو وتماسكه في وقت حساس جدا العقبة التركية مهمة جدا كان ممتعا في اليومين الماضيين مراقبة ما يحدث في هذا المجال هنا في برلين أنه كان فيه اجتماع غير رسمي لحلف الناتو والموضوع التركي والموضوع الانضمام الدولتين للناتو كان موضوعا رئيسيا في البداية لمست أنا كنت في مؤتمر صحفي ضيق مع الوزير الخارجية التركي لمست قبل هذا المؤتمر أن الأتراك بدوا لينين في الموضوع ثم جاء وزير الخارجية التركي وقال قدمنا للحلفاء في الناتو دلائل على تورط الدولتين فنلندا والسويد في دعم حزب العمال الكردساني على الأرض ولكن نحن لدينا أيضا ما آخذ كبيرا على أنشطة وعناصر هذا الحزب في ستوكهولم وهيلسينكي ثم جاء كان الموقف على لسان الرئيس الفنلندي حائرا وقال بالحرف الواحد نحن حائرون ولا نعرف ماذا يريد الأتراك وقبل قليل فقط خرج علينا الرئيس التركي وقال أنه لن يوافق على انضمام الدولتين إلى الناتو أنا أعتقد أن الرئيس التركي لم يكن راضيا على النتائج الاجتماعات التي قم بها شوش أغلو هنا في برلين ولهذا ذهب بعيدا في نهاية المطاف هناك أعتقد أن السبب التركي المعلن هو المتعلق بحزب العمال الكردساني سوى في لنا وسويد أو على الأرض ولكن أنا أعتقد أن المسألة تتعلق بالمال الأتراك يريدون مزيدا من الأموال من حلف شمال الأطلسي لأسباب أمنية طبعا ولكن تتعلق أيضا بالتصدير السلاح لأن دولا أوروبية كثيرة ليس فقط أوروبية في الناتو ترفض تصدير بعض الأسلحة إلى تركيا بسبب هذه الحرب ضد حزب العمال الكردساني ولكن في نهاية المطاف هنا لا أتفق مع الضيب في موسكو لا أعتقد أن العقبة التركية ستشكل سببا مهما من أجل أن يرفض الفنلنديون والسوايديون مسألة مصيرية مثل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ولا يضحوا بدعمهم لحزب العمال الكردساني ولأنشطة وعناصر الحزب في كلا الدولتين أعتقد أن استوكولمو هيلسينكي سيرقدمان في نهاية المطاف تنازلا للأتراك في هذا الموضوع الأتراك يعرفون ماذا يريدون هم يريدون المال والتضييق على هذه الحزب وأعتقد أنهم سيحصلون على هذا المطلب وبالتالي أعتقد أن مسألة انضمام البلدين إلى الناتو أصبحت محسومة لأن تحديدا الفنلنديين السويد في قليل من التردد سواء في البرلمان أو في الرأي العام في فنلندا الأمر يختلف هناك 80% من الفنلنديين يريدون الانضمام إلى الحلف الأطلسي هذه النسبة كانت قبل أشهر 20% فقط في السويد كما قلنا يختلف الموضوع لأن الاشتراكين الديمقراطيين لديهم بعض الحساسية تجاه تسلوح الناتو وما إلى ذلك ولكن أنا أعتقد أن مسألة انضمام البلدين أصبحت شكلية وتقنية فقط شكرا لك ناصر إجبارة ضيفي من برلين الكاتب المختص في الشأن الأوروبية الشوك الموصول من موسكو بسام البنية الكاتب والمحلل السياسي شكرا لكم شكرا لكم